شئتم أم أبايتم؟ بين مزاجكم ولا من غير مزاجكم عجبكم الكلام؟ ولا مش عجبكم؟ عجبنا قوي؟ طب صلوا على النابي أنا النهاردة بزداد شباب وبزداد حيوية وبزداد قوة وبزداد صلابة وبزداد إرادة لأن أنا مع أهل الشباب والقوة والحيوية والإرادة والمستقبل والواقع الحالي القادرين على إحداث التغيير القادرين على إحداث التغيير قبل أن أبدأ أعرفكم بنفسي أنا كنت طبيب في يوم الأيام بس ما كنتش طبيب ناجح ولما بدأنا في الإغاثة من 35 سنة ما كنتش بعرف فيها الألف من كوز الدورة أعرفين الألف؟ وكوز الدورة تتعرف الفرق بينهم إيه وبعدين مشينا في طريق وما خدتش تجربة ونجحت فيها من أول مرة أبداً في الجواز اترفضت كتير رأيكم حد يحاول معي مرة أخرى؟ لسه موجودين في الزمالة أو في الدكتوراه؟ بردك سقت في رخصة العربية سقت في في الطب ما جبتش ممتاز وحاجة جبت مقبول وجبت جايب بالعافية بردك سقت كان عندي ملحق في أي تاني سقطة فيه؟ 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 ده بس جاي إيه ده؟ بتعمل به إيه ده؟ ده الخيارة بتاع تعادل إمام؟ فدائماً بسط عمري ما نجحت من أول مرة لكن بعد كده بننجح أول حاجة هنتكلم فيها طبعاً المحاضرة التي تأخرت علي فعشان كده وأنا مبارح بعد الساعة مش عارف كام كتبت محاضرة جديدة هقولها لكم إن شاء الله هي فين من أنا؟ أنا إنسان تعرفوا معنى إنسان معنى إيه؟ إنسان خلق الله للكون قبل أن أخلق ومهد لي سبر الحياة قبل أن أنزل على أرض هذه المعمورة وسخر لي كل المخلوقات وكرمني وشرفني بأن أكون إنسان فأنا إنسان أنا إنسان لا تجعله أحداً يحقر منكم لأن الله كرمنا جميعاً فأنا إنسان الكون كله خلق لكي يخدمني خلق لكي يخدمني ولم يخلق لكي أخدمه ولكن أعمره والدنيا خلقت لكي تسعى ورائي وأن أسعى في الدنيا لإعمارها وإذباب الحق والعدل والحرية والسلام فأنا إنسان بغض النظر عن ديني وعن عرقي وعن خلفيتي وعن مكاني ولادة أنا مواطن أمي وردتني في العراق فأصبحت عراقي في مصر فأصبحت مصري في إنجلترا فأصبحت إنجليزي في أمريكا فأصبحت أمريكي في السعودية أصبحت سعودي وهكذا فأنا إنسان بمشيئة الله سبحانه وتعالى ثم أنا مواطن ولم يكن لي اختيار لا في أمي ولا في إنسانيتي واضح لكن إنسانيتي تشمل وتسعى الجميع تشمل وتسعى الجميع تشمل وتسعى الجميع لا تفرق لا تقسم لا تحق لا تشرزم لا تقسي لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون يخدمني فأنا إنسان وأنا مواطن ثم أنا مؤمن هداني الله سبحانه وتعالى فأصبحت مسلما أصبحت مسيحيا أصبحت يهوديا أصبحت درزيا أصبحت كذا أصبحت كذا أصبحت كذا دائماًي الشخصي فلا أحقر لإيماني ولا أقصى لإيماني ولا أبعد لإيماني لأننا إنسان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ليخدمني ثم سيحاسبني على إيماني فيما بعد لكن ظاهرة إيماني هي كيف أبني مستقبل وطني كيف أتعامل بأخلاق مع من حولي وكان خلقوه القرآن وكان قرآناً يمشي على الأرض وما أرسلناك إلا رحمة العالمين أخلاق لأنه كان إنسان وكان مواطن وكان مؤمن صلى الله عليه وسلم فكل مننا إنسان وكل مننا مواطن وكل مننا مؤمن لكن علينا أن نعمل سوياً شئنا أم أبينا الأمر الثاني إيه خصائص شخصيتي أنا عندي رسالة عندي رسالة في الحياة وعندي مهمة وعندي رؤية وعندي هدف حذاري أقول لكم أهم حذاري أن نعيش دون رؤية حذاري أن نعيش دون أن يكون لنا رسالة حذاري أن نعيش دون أن يكون لنا مهمة تنقذ هذه الرسالة وحذاري أن نعيش بدون هدف حتى الحيوانات حتى الطيور تعبد الله وما من شيء إلا يسبحوا بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم عارفين لهم رسالة وليهم مهمة في الحقيقة ويشتكون إلى الله عن سوء خلق الإنسان إذا بتعمل يدي مش عارف طب أدي حطاف جيبي بقى بس يرجعهم الأول خاصهم لأخبطهم لأن دي لسه في الآخر أنا إيه فأنا ما ينفعش أبدا أبدا أننا أعيش بدون رسالة وبدون رؤية وبدون مهمة وبدون هدف ولو خرجنا من الملتقل ده مش متفقين على أن كل واحد فينا لابد أن يعيش رسالته والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ها ما تركته أبدا 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 رسالة ومهمة وهدف ورؤية أما الرؤية وهو يستظل في ذل الكعبة المشرفة إني أرى قصور كسرة وقيسر صح واليمن وروما إلى آخر رؤية رؤية كيف تعيش من غير رؤية كيف نعيش من غير رؤية الرؤية هي التي تستطيع بها أن تغير حال المجتمع وتغير حال نفسك وتغير حال من حولك وتغير التاريخ وتصنع تاريخا جديدا رسالة أزال الرؤية ورسالة ومهمة وهدف ما هو هدف من الحياة واضح شباب ما هو هدف من الحياة أن أحطم كل رقم قياسي أنجز من قبلي في كل تخصص أنا متخصص فيه في كل تخصص أنا متخصص فيه أحطم الأرقام القياسية وأكون أنا محطم الأرقام أبدا 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 الاستنعاج والخنوع والتذلل حقارة وليس إيمان أن أحطم كل الأرقام في العلم في المعرفة في الفقه في الثقافة في كل شيء في الرياضة في الأدب في الشعر في كل شيء أكون محطم لكل هذه الأرقام وأسعى بإيماني وأسعى بوطنيتي وأسعى بإنسانيتي لكن أنا من حطم كل هذه الأرقام من أجل إسعاد الإنسانية إن أنا إنسان وأنا مواطن وأنا مؤمن واضح ولا مش واضح أنا لا أمزح قد لن نلتقي مرة أخرى أبدا أوهم تعيشوا دون تحتيم الأرقام في كل مجال من مجالات العمل ومجالات الحياة والمجالات التي يحتاجها الإنسان كل الإنسان في كل مكان وفي كل زمان لكي يكتب عنكم التاريخ ماذا فعل عباس بن فرناس عندنا في العراق طار وقع بعض الناس بيقولوا مات بعض الناس بيقولوا جرح أو كسرت عظامه صح والغلط لكنه حاول أن يكون الأول في صناعة علم الطيران أين نحن من أن نكون الأوائل في صناعة الجديد سوف تتفرق مننا أبن عباس بن فرناس آمن بفكرته عنده رسالة عنده مهمة عنده رؤية الوقت تيران بيتل في كل حتة بس أولها كان عباس بن فرناس رحمة الله عليه لابد أن أكون محطة من الأرقام أواجه التحديات وأسعى إليها لماذا؟ لأنها ليست من أجلي ولكنها من أجل وطني ومن أجل أمتي ومن أجل ديني ومن أجل مستقبل البشرية جمعاء أو هتفكروا فقط أنكم هتشتغلوا في حارة من حواري العراق أو حواري سوريا أو حواري أي حد أبداً أنت تفكر في حل مشاكل العالم كما كان يفكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حل مشاكل العالم لأن أنت جزء من رسالة المصطفى وأنت جزء من رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يتعلم القراءة والكتابة ولكن كانت رؤيته لكي ينقذ البشرية من كما قالها ربعين بن عام رجل عنهم لقد جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن منجور السلطان إلى عدل الإسلام ما تكلمش عن نفسه ما تكلمش عن قريش ما تكلمش عن مكة ما تكلمش عن عرب ما تكلمش عن العراق ما تكلمش عن سوريا ما تكلمش عن مصر تكلم عن العالم وعن الإنسانية وهو في صدر الإسلام قد لا يكون متخرج من جامعة أو عنده الدكتوراه أو عنده ماجستير زي ما كلكم تسعوا لتحقيقه كل هؤلاء صنعهم الإسلام فهم صنعت الإسلام وهم صنعت معلم الإسلام ومعلم البشرية ومعلم الإنسانية الأمن والرخاء والعدل والعدالة والحق والحرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحطم الأرقام ولا أخنع خنونا في صاحب العراقي أو بالبشا أو بالإيدي بتقولوا عليه أصبحكم الخير أصبحكم الله بالخير أصبحكم الله بالخير يجب الخير كده بتبقى الخاه مشى بالعرضة وحين أواجه التحديات أكون محسنا في مواجهتي لأن الإحسان صفة من صفات المسلم وصفة من صفات المؤمن كل مؤمن مسلم مسيحي كله لابد أن يحسن العمل لابد أن يحسن العمل بخش في المحاضرة دي ولا أكمل في دي رأيكم أي حاجة بقى قول لي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهتك ده الحمك عبد حليم حافظ عرب عبد حليم حافظ بتعرفوش أنت يا أنا حافظ هو عبد حليم أهي الوسائل لأنني كتبت الكلام دي كله في صباح اليوم تقريبا أو مساء أمس بعد ما روحت يعني وسائل التي أريدها لتحقيق كل هذا أولا الإيمان الإيمان العلم والتعلم معرفة التاريخ وقراءة أحداثه معايشة ذو الخبرة والصلاح والمعرفة خوض التجارب المختلفة التعلم من تجارب الآخرين عدم اليأس عدم اليأس عدم اليأس الصبر العزيمة الإصرار عدم رفع سقف التوقعات لأشياء ما استطيعش أحققها أو ما استطيعش من حول يحققونها أكون واقعيا عمليا بسيطا سهلا وموسلا للأمور أكون عاملا محفزا للآخرين ومنشط لقواهم وشاحدا لهممهم لبعض الوسائل عشان نحقق الكلام اللي قلته في الأول أركز في عملي أركز في عملي أتخصص في عملي يكون لي مرجعية لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم من السبب برساد لا يكون لي مرجعية كن رجاع دائما أؤمن بالشراكة مع الآخرين الأديان المختلفة الثقافات المختلفة الأعراق المختلفة الأعراف المختلفة إلى آخرين أتكامل في عملي مع أبناء وطني أتكامل 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 وكلنا الوطن كلنا الوطن وليس جماعتنا أو حزبنا أو تشكلنا أو فقهنا هو الوطن أبدا في خمس أو ستة أو سبع مذاهب فقهية الأحناف والملكية والشفعية إمام موسى الكازم والإثنى عشرية والحنابلة وهكذا والأبضية والآخر كل هذه المذاهب هي جزء من الإسلام أو جزء من تفسير الإسلام برؤية صاحب العلم الذي حدد هذا الجزء الثقة في النفس ثقف نفسي والثقة تأتي بناء على الإيمان الذي استتبى في قلبي ثقة جزء من الإيمان حسن الظن بالآخرين مش عدى ودود وقول ده أصله كذا ده بصت لبصة دي بصت لبصة دي قايت عليها كذا لا حسن الظن سوء الظن هو الحالقة لا تحلق الشعر بل تحلق الدين تجديد النية دائما تجديد النية دائما تجديد النية دائما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى الإخلاص في العمل لمن؟ لله أولا ثم للوطن ثم الخدمة إخواني في الوطن وأخواتي في الوطن والإنسانية وأقرنائي قلت لي واحد يعيشين نقطة؟ أنا كتبتها في الصباح عشان قلت المحاضرة ما جاتش في سؤال واحد من الشباب سألهولي أمس ولا بد أجاوب عليه؟ معذرة أجاوب؟ السؤال الجزء أولا ما هو الدافع الإجابي للشباب العراق؟ يعني إيه شيء الإجابي في الشباب العراق؟ الأخ موجود هنا؟ هو اسمه إيه؟ اسمه حاجة كده؟ اسمه رؤوف أحمد فاضل أين رؤوف؟ أنت لست هنا يا رؤوف؟ طيب خلاص أولا الإيمان زي ما قلت أبك أؤمن بأننا مواطن عراقي ذو قدرة ومقدرة وعطاء متدفق ومستمر من أجل بناء وطني كلنا مؤمن بدي أو لا؟ أنا مستمعكم مواطن عراقي ذو قدرة ومستمر من أجل بناء وطني قدرة ومقدرة وعطاء متدفق ومستمر من أجل بناء وطني أو مواطن سوري أو مواطن مصري أو مواطن مغربي إلى آخر أعرف قيمة ثقافة وتاريخ وعقائد وأخلاقيات وطني كيف أكون مواطن ولا أعرف جاري ولا أعرف تاريخي ولا أعرف ثقافتي المتعددة قلت أنا بروح اسمه في بغداد يوم الجمعة ده المتنبي مش موجود في أي دولة عربية إنسى حتى هايت بارك والكلام اللي عندنا في لندن ده فانكوش عرفين فانكوش على إيه؟ فانكوش ها؟ لا لا حقول لك حاجة صلنا على النبي أنا سأشرح لك الفانكوش هفانكشكو لما فانكشكوش أنت معانا ولا معاهم؟ هفانكشنا يا حاج الجمال في الرواية دي ايه؟ التصريح اللي كان أو في السيناريو بقولك الفانكوش هو ايه؟ قالك يعمل أي حاجة وسميها فانكوش ده شعب جاهل اشترى شيء مش موجود شعب جاهل اشترى شيء مش موجود فانت عمله يا حاج مش عارف ايه؟ أي شيء شرب ولا أكل ولا لبس ولا زمارة وسميها ايه؟ فانكوش وده اللي بيحصل دلوقتي مع الاعلام يفانكشونكم فتتفانكشوا والفانكوش فانكوشا والمتفانكش متفانكشن تفهمتو حاجة؟ لا دا دا كوردي دا بقى ها؟ ان اؤمن باني غني انا غني انا مش فقير وطني اغنى الاوطان فيها مقدرات مش موجودة في اي مكان والذي يقنعك بغير ذلك فهو خائن الوطن انا بقولك كام دا؟ على مسؤولية الخاصة هناك اناس يروجون لنا اننا فقراء لا يمكن ابدا ان يخلق الله سبحانه وتعالى من كرمه ها؟ وجعل كل المخلوقات خادمة له ان يكون فقيرا جاء حزاري ان يقنعكم احد بانكم فقراء وانكم اذلاء وانكم متخلفين ابدا انا غني ووطني غني وتاريخي غني وتخافتي غنية وديني غني وقيمي غنية واخلاقي غنية ودافع مع جميع ابناءه من اجل ابناء اركان الوطن كلنا نبني الوطن الوطن مش هايبني بفصيل واحد او بمذهب واحد او بحزب واحد لكن هايبني ب 30 مليون او 40 مليون او 50 مليون او 100 مليون او 10 مليون او 5 مليون او نص مليون فلابد ان نفعل طاقات كل انسان ومواطن داخل الوطن انا اعرف بان بلد العراق مرت بتجارب سيئة في الماضي كتيرة ودمرت لكنها تعافت وبنت حضرات مختلفة فاتعلم من المسالب لابني بها الانجازات اعرف من هو العدو الحقيقي لي والوطني هو الذي يريد ان يحبتني ويقزمني ويجعلني مهمش في هذه الدنيا واول عدو الحقيقي الوطني هو انا النفسي الامارة بالسوء قد يكون عدو الحقيقي في داخلي انا ونفس وما سواها فالهم فجرها وتقواها قد افلح من زكها وقد خاب من دساها اعرف اننا خير خلف في العراق لخير سلف وفي سوريا خير خلف لخير سلف وفي مصر خير خلف وفي فلسطين خير خلف وفي كل مكان من الامة العربية في العالم فنحن خير خلف لخير سلف اقاوم الاحباط ابني الشراكات اخوذ التجارب ابني التكاملات لصناعة الانجازات بالعمل والجد والاكتهاد والتوكل على الله استثمر في الشباب استثمر في الشباب وفي المرأة المرأة نص المجتمع المرأة هي امي وهي اختي وهي زوجتي وهي خلتي وهي عمتي وهي جدتي وهي ابنتي مش كده برضك ولا ايه صح ولا غلط فكيف اوهنها كيف لا اقويها كيف لا امكنها كيف اسب امي او اسب خلتي او اسب جدتي كيف يبقى الفقه معووج فقه معووج فقه معووج هو الجزء التاني من السؤال مش فكر هو ايه لكن اه نخش بقى على ايه محاضرة خش على المحاضرة نخش على المحاضرة خش خش نتح الباب طيب بدقى الخضرات مش ورشة عمل ها ولا محاضرة اوعوا حد يجي يضحك عليكم ويقول لكم انا اددتكم محاضرة ولا اددتكم ورشة تاني يبقى انا بدق قدراتكم ده فنكوش لكن بنقل قدرات جزء من المحاضرة اللي هو ايه سوريا اللي هو ورش العمل دي جزء من المحاضرة ورش العمل جزء من ايه بناء القدرات بناء القدرات نعملها ازاي بقى بعد ورش العمل اعيش مع من عندهم خبرة اتعايش معهم اتعلم من تجاربهم اسمع اليهم الاحظهم في حياتهم لانهم انجزوا واصبحوا زاوي خبرات معايشة والتعلم من ذوي الخبرة التعلم من العمين داخل المؤسسة نفسها سواء كان هذا العامل يقدم الشاي او عامل حارس او عامل ينظف المكان او رئيس مجلس ادارة او المدير التنفيذي او اي حد اتعلم ممن اكون معه في اي مكان وفي اي زمان ده بناء قدرات قرأت تجارب النكحة الناس عملوها ازاي؟ عشان ايه؟ اخدها مرة اخرى اتعلم من الفقراء والمساكين كتير جدا من حلول مشاكلنا عند الارمالة وعند اليتيم وعند الشيخ الكبير وعند الفقير وعند اللاجئ وعند النازح لانهم اصحاب حاجة فصاحب الحاجة هو الذي يستطيع ان يضع الحل لحل هذه المشكلة ده بناء قدرتي ان انا مقعد مع هؤلاء الناس اللي انا بقولهم انا جاي اساعدكم وانا شجيع السيمة ابو شرب انا معنديش شانبه ابو شانب برديمة زي ما كنا بنغني زي ما نوح صغرين لا اللاجئ ده عنده شيء مش عندي النازحة عندها شيء مش عندي المغتصبة في البصنة اللي كان يتوالى عليها رجال رجال في اليوم الواحد ستة وسبع مرات عندها قصة تحكيها عندها بناء قدرة ليك انت وليك انت لانها هي صاحبة المال هو صاحب المال فلابد حينما نبني القدرات ليس ورشة عمل فقط او محاضرة فقط انا اتعلم من زملائي في المؤسسة او المؤسسات الاخرى العلم ليس حكرا وان جعلنا العلم حكرا انكفأنا به العلم زي الماء وزي الهواء كلنا شركاء فيه ان اراجع نفسي دائما دائما وانا استفيد من اخطائي انا قلتلكم اول مرة عملت حاجة من اول مرة ونفعت كنت دائما ايه بسقط الحمد لله ما هو دور الايمان انا كلمت عن الايمان كتير اوي اوي مش كده ها انا بس هقول دور الايمان وبعدين هكوش في المحاضرة وحخلص ومش عارف اقول ايه تاني يعني طيب انا كنت جد جدا معاكو شوية الايمان بيعملين ايه يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه دا دور الايمان عدوا على الايمان بالنواجز عدوا على الايمان بالنواجز بيرفع مستوى الوعي والمعرفة عندي فرق بينك ومن حد تاني ان انت شايفها صح هو مش شايفها او هي مش شايفها يعطينا الحماسة والقوة والقدرة على الاستمرارية دا ما بينامش ليه الجدعة دا ما تحل عنها بقى عرفتنا من كنت لكلامك بتيجي البنت ما تنامكيش شفت انتو جمال سيدنا او بكر رضي الله عنه لما كان يروح يخبط على ما كانش عنده باب على سيدنا بلال في نص الليل عشان يدعوه الاسلام ايمانه جعلوا ألا يقدر على النوم ألا يقدر على النوم ألا يقدر على النوم يسهل عين الحصول على الإنجازات يعني حينما يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك او قلبها فيسر لك الأمر فتنجزي ما لا يستيع انجاز الآخرين في السنين الإيمان هم اللي بيرزقنا التواضع وخفض الجناح حب المساكين مصحبة الأطقياء واكسبنا ثقة الله فينا وحب لنا ومناصرته ليكمان مسيرتنا هذا هو الإيمان الإيمان يدد من ثقة في نفسي وفي من حولي من زملائي وأن يجعلني قادرا على مشاركة معلوماتي ومعرفتي مع الآخرين ده الإيمان خليك تشارك الشيء تنشر الشيء تعلم الشيء توجه الناس والإيمان يجعلني محبوبا بين الآخرين ولا يجعل في قلبي حسد وبغضاء ودغينة ويزيد يقيني بربي ونصر من إيمان الله سبحانه وتعالى دي كانت مقدمة أنا أقول تام ما أقولها مبارح وأنا قاعد بعد ما قابلتكم كل الكلام ده اللي أنا قلته ربنا أعطاني القدرة على نكتبه لأن أنتم أنتم أو أنتم ولا أنتم وأنتنة أنتنة برضك؟ أنتنة ولا أنتنة؟ أعرفين الأنتنة الإيريال؟ أنه يضحك أعجبتك قوي يعني؟ ده عمان مواصلته كان نضحك مسأخر يابني نحن قفلنا نضحك ودخلنا في الدراما بعد كده إيه دي؟ آه لا لا هذا هذا القبل دي آيو دي الأتنين دول لابد إحنا نحيييهم إجلالا أحمد الشيخ هو سوري من إدلب دايماً بيساعدني في تحضير المادة العلمية ها؟ وتدعوله لأن مش عرفين إيه مصير إدلب كل يوم هما في شأن كل يوم على استعداد لو حصل الحرب ما بترحمش حد وإحنا ندعو الأحمد الشيخ صاحب المادة العلمية وعبدالرحمن النحاس هو صاحب المادة الايه؟ الفانكو اسمها ايه؟ بتاعة العلمية لا مش فانكوشية بقى الرجل الرجل بقعت لي أنا بتاعي دي الساعة اتنين صباحاً مش كده يا ابني ولا ايه؟ اتنين ونص؟ طيب يعني ما نعمش ربالك فجزالة آخر والاتنين شباب زيكم الاتنين شباب زيكم لا في ورق هنا اتنين شباب زيكم وهم في نفس السن في نفس السن بتاعكم وأصغر اه اه دعوني قبل ما خشي في المحاضرة لدمات قيل الغلام بقض بعض تعرفات كده لأن انتو كلكم شباب بسم الله ما شاء الله الغلام هو الصبي من يوم الولادة ها؟ يعني قبل بلغة المراهقة لغاية المراهقة والفتى هو من المراهقة للرجولة مش كده بردك يعني مثلا كنت أنا غلطان عندك سايبوي وعندك حمروي ولا خضروي مش كده بردك حمروي بردك عندك مين الفراهيدي طب خلاص على العموم أنا ليه حقول الأمثلة دي كلها فتى يذكرهم يقال له إبراهيم عنده كم سنة إبراهيم ووفة كم من 15 إلى 20 إنهم فتيتهم أعمانوا بربهم وزدناهم هدى خرجوا بدنهم من ملك الدنيا بالرغم من أنهم كانوا أبناء ملوك كانوا أبناء وقهاء كانوا من الأغنياء إنهم فتيتهم أعمانوا بربهم وزدناهم هدى غلام صورة البروج غلام مش فتى يعني سنة مراهقة الذي تحدى الملك ثلاث مرات وقال له إنك ما أنت بقاتلي ما أنت بقاتلي إلا اشترت عليه كيف يقتله أن تجمع الناس في سعيد واحد ثم تربطني حول شجرة وتأخذ سهما من كنانتي وترميني به وتقول باسم رب الغلام الملك أحمق فقال هذا فآمن كل الناس قالوا أمنا برب الغلام صح كان غلام وأبراهيم كان فتى وأهل الكاف كانوا فتش أمانوا بربهم صح ولا غلط محمد الفاتح كان عنده 12 سنة لما أبو الله أحد الولايات وفتح القسطنطنية وعند 24 أو 25 سنة كان بدأت قسط الفتح وعن 17 و18 و19 سنة صح إسامة بن زيد كذلك أقل من 20 سنة 17 و18 سنة وكان في الجيش كان قائد الجيش وكان في الجيش مين سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي إلى آخره إلى آخره عبد الله بن الزبير شهد اليارموك وعمر 14 سنة ها احنا شباب ماذا فعلنا هذا هو التحدي تحدي 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 عبد الله بن الزبير عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس بدأ يتعلم من الرسول عليه السلام في سن الثالثة من عمري ثم بدأ يفتي في سن الخامسة عشر شفت بقى ثم أتعلم في بيت الصحابة ثم أتعلم في بيت الأنصار ثم أفتح في سن خمسشار سنة أنا بس قلت أخش المدخل دليل لأنكم شباب وأنا مؤمن بكم وأنا معتمد بعض الله سبحانه وتعالى عليكم جميعا أنكم أصحاب التغيير والتغيير جاي بإذن الله سبحانه وتعالى وهي كبوة لكل المجتمعات كبوة لكل المجتمعات سنستطيع أن نتخطاها ونحدث المعجزات أنا أتكلم كلام مواقعي لماذا؟ لأننا لو قرأنا التاريخ سنجد هديكم قصة كده بسيطة قبل ما أخش في المحاضرة مش عارف أخش فيها ولا لا كان في يوم من الأيام كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلق كلام إلا بذكر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلي يا جدا صلا أنت مريع كده خالص هتنام ولا إيه؟ ما في كرسيين تانين جبك بقى أنه نزل من مية وخمسة لأربعة وثمانين كيلو يعني أيو الله أيو الله لسه كمان خمسة أو التغيير إن شاء الله المهم كنت أنا مسؤول في الإغاثة يعني أو بعمل في الإغاثة وقالنا شاب جاله طلب اللي هو رئيس المكتب في بريطانيا إن جامعة برمنجهام كلها تبني مسرح زي ده بالظبط بالظبط زي ده وعايزين على كل كرسي ألفين جنيه ويكتبوا اسم المتبرع فأنا قلت له خل عشر كلاسي زي العشر كلاسي بالظبط أنتم قعدنا عليهم دول شايفين دول قال لي عشرة تلقوا عشرة كم ده كان في ألفين وربعة أو ألفين وخمسة عشرين ألف جنيه خلاص هنعمل بالعشر كلاسي دول إيه يا رجالة وإيه يا أخوات هنحط على كل كرسي اسم عالم من علماء المسلمين الذين أحدثوا تغيرا في العلم وقبلوا بلاءا حسنا ووجعت هذه الأسماء عشر أسماء من العلماء من ابن سينا للفرابي للبيروني لكل أبو القسم الزهراوي من الأندلس إلى آخره خلاص هؤلاء الناس لم يعلموا في كينونة حياتهم أن ستودع أسماءهم داخل مدينة برمنجان في كل الطب بعد ألف سنة من موتهم ماتوا أمتى ألف سنة لكن هم العاشر كرسي دول ها تحمل أسماء هؤلاء الناس فأنا أوردكم كل واحد فيكم ينظر إلى كيف سيذكر اسمه أو اسمها بعد أن ننتقل إلى الرفيق العهلة بألف سنة هتبقيكم طبيبة تبقوا أي يعني ما فيه ألف طبيب أو مهندس تبقوا أي يعني فيه مليون مهندس مدرس تبقوا أي يعني ما فيه عشرة مليون مدرس لكن مين اللي حيذكرك أو مين اللي حيذكرك بعد ألف سنة أو خمسمائة سنة هو ده الإيمان نحن نتكلم عنه وهو ده التغيير العشرة أسماء اللي موجودة في كلية التب جامعة برمجام حاليا هي لهؤلاء الناس هي لهؤلاء الناس لم يكون يختلفوا عننا في شيء إلا أنهم حاولوا وحاولوا 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 فأنجزوا لم يوقفهم أحد ساقاهم إيمانهم لكي يذكروا في كتب التاريخ إلى أبد الظهر بإذن الله سبحانه وتعالى شكرنا أحمد الشيخ وشكرنا عبد الرحمن إيه اللي بالصفحة بعد كده يا إبراهيم مين اللي بيعمل أنتو قال فوق فين اللي بتاع فين اللي بتمشي معاك أنت أنا هو فيهم اللي علي يسار اللي علي يسار أو اللي علي مين طبعا عندي ما عرفش أنتو عايدنا أتكلمكم فيها ولا لأ كان دي محاضرة لي عندي من زمان أن الحضارة فكرة أنت معايا أنت أيوة أنت أنت ستنشئ حضارة فكرتك ستكون لإنشاء حضارة مش فكرتك أنك هتشيل حبة الزبالة من الحارة نشيل الزبالة من الحارة ولا نعمل حضارة 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 تبدأ إزاي واحد فيكم عنده فكرة جميلة أول خطوة في الفكرة أن أنا أؤمن بها أؤمن أنا شخصيا بها ثم أنادي من حولي من أصدقائي والقريبين مني ليؤمنوا بها ليكون فريق عمل عشان تحمل فكرة أو تكون فريق عمل لكي نحمي إيه الفكرة الفريق العمل ده بيحول الفكرة إلى مشروع أو مبادرة ده بياخد وقت خلي بالكم التالت كلمات لنا أو تقوم دول ممكن ياخدوا منكم ستة شوالة سنة مش سألها بس فكرت كده وخلاص لا عشان تقنع من حولك من أقرب الناس لك ممكن تاخد أسابيع عشان تنفذ مشروع أو تعمل مبادرة في الحارة أو في الشارع ممكن تاخد سنة مش سهل الأمر العمل في المجتمع مش عمل سهل عمل صعب وعايز صبر وعايز إصرار وعايز تركيز يبقى أنا أعدت بالفكرة أنا واصحابي آماننا بها حولناها لمشروع أو مبادرة مشروع نجح حذاري وأنا بقول له حذاري 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 أننا أبدأ في مشروع كبير كبير مش عارف ننفذه خاصة في المرحلة الأولى أبدأ بالسهل الميسر الواضح الذي يعطي ثماره مباشرة على مستوى حارة على مستوى شارع على مستوى كذا على مستوى فصل دراسي إلى آخر عشان من حاولي يرون الإنجاز ويرون المنتج بتاع العمل كل ده بيتكلم مني يخبر مني سنة أو سنة ونص واضح يا شباب لأن أنا إيه بس أنا فكرتي الأولى كيف أنشئ حضارة أنا خلصت أولا أنتوا تعبتوا طب أنا ما تعبتش بيقولك العريس للعروس العروس للعريس والجري المتعيس بريك خفيف تبريك ولا مبركش خليك جمهور بس أنا يعني بريك من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق عدنا فيديو نعرضوا يعني نشاركوا الجمهور وبعد مباشرة آه في عائل فيديو أنا مش عايزة أتخلي عن الكرسي بتاعي كرسي لكم وكانكم كرسي لكم وكانكم مصرح لكم كرسي الرئاسة ها طحي أعز منه خذوه مشارسر بالعرض بالطول بالورب بكل حتة واقعدوا عليه وتفننوا في إدخال هذا الخزوق من تحت من الدبر إلى أن خرج من أفاه دون أن يصطدم بأي عدو حي وكبير لكي لا يموت فظل في هذه المعاناة ست ساعات ست ساعات رجل شاب شاب مش كده شاب بسم الله ومشاء الله هندينه الحلبي ندينه الحلبي فست ساعات وهو يعاني من أجل إيه مش من أجل سوريا ولا من أجل حلب من أجل الدفاع عن الأمة الإسلامية فما قول حلبي تعرفوا هو إيه حلب يا مش شرشر من كل حت خلاص فضل فيلم بتاعك لا مش حاسيب كرسية كرسي الرئاسة اشتركوا في القناة